وضع عبارة وهذه العبارة قررها الرئيس غير مرة في أكثر من مناسبة كان سيادة الرئيس بيوجه ويوضح للمصريين لا يمكن أن يتم إذاء أو اقتحام أو تهييج مصر من الداخل وإنما دائما مصر من غياب الوعي فكر الغياب الوعي وتهييج الرأي العام تغيير مود الرأي العام بأفكار وأبطيل وأضليل هو ده الخوف الحقيقي الرئيس قال لا يمكن لا يمكن أن يتم القضاء على هذه الدولة العريقة العميقة من الخارج لا يمكن لا يمكن يجيلك زي ما قلت مبارح لا يمكن يجي لسطول من برة ولا جيش من برة ولا سير بطائرات من برة الخوف كل الخوف والتركيز كل التركيز فين الداخل مشكلتك مشكلتنا كلنا الداخل إذا تم اقتحامه عبر بوابات الإعلام وبوابات وسائل التواصل الاجتماعي اللي تحولت مش اقتماعي ولا زفت تحولت إلى وسائل تخريب وتدمير تحولت إلى وسائل إرهابية وتحولت إلى وسائل سياسية الفكرة وسائل التواصل الاجتماعي فكرة في المقام الأول والأخير استخباراتية بحتة تجميع معلومات ورصد معلومات وعملية وضع المقلومات في المصفات رياضية قياس مزاج الشعوب ومزاج الشخصيات ومزاجة القادة والزعماء وأعضاء التنظيمات السياسية والحزبية تقليب الرأي العام والضغط على الرأي العام وتميع القضايا الوطنية كل ده هو الخوف ده الخوف منه احنا بنتكلم كتير وبنقول كتير وبنوضح حاجات كتير لكن والله القضية واضحة قدام عينينا شايفينها قدام عينينا محدش هيقدر أي جيش في العالم هيجروا ييجي يقولك أنا أخش مصر مستحيل مستحيل وزي الرئيس ما قال برضو بصرف النظر عن قوة الجيش يعني الجيش قوي من أقوى لا بصرف النظر لكن القصة معاتش حد ده ممكن بعبارة مكتوبة أو بفيديو معمول لمدة دقيقتين يتحط على وسائل التواصل الاجتماعي يتصرف عليه مليون دولار خلاص انتهت القصة هو ده اللي بيحصل هو أنت لما تيجي واحد خاين ولا عميل زي معتز مطر ولا عبدالله الشريف ولا الولاد الصيع دول هو بيعمل ايه بيركز طول الأسبوع شغال أنا بشتغل كل يوم ساعة ونص كل يوم ساعة ونص 90 دقيقة في خمسة ايام صح كده براين يبقى كان خمسة في ساعة ونص يعملوك حوالي سبع ساعات في الأسبوع بتكلم سبع ساعات في الأسبوع زي ما حضرتكم شايفين عشان اتكلم ساعة ونص بس اكريد لي مثلا تلات اربع ساعات غير إراياتكم طبعا اللي بيحصل يعني اعمل طول نهرات عشان اقول ساعة ونص وفكر واعمل وتأمل واسأل واتصل واشوف وعمل حاجة كتير جدا واحد زي عبدالله الشريف ولا معتز ولا مش عارفين بيقعد طول الأسبوع شغال عشان يعمل فيديو 20 دقيقة الفيديو 20 دقيقة مركب صوت 60 على صاد على عين ويحط فيديو هنا وصورة هنا وإيحاء هنا وكلمة هنا مع آية قرآنية مع حديث مع دعاء مع شغالة مزيكة تقطع القلب ويروح جاي منزله على اليوتيوب ويبدأ بسرعة حمل التمويل بيشتري اللايك الواحد بخمسة جنيه ولا دولار حاجة كده أنا كان برقم مهول في الآخر الفيديو بعد ساعتين ثلاثة تلاقي عمل مليون يا الواحد يفتح بقولك إزاي شايفيني الناس اللي تشتغل شايفيني الناس اللي تعمل مش عارفين مؤثر في 20 دقيقة عمل اللي مش ممكن حد عمله في 7 ساعات ووصل ل3-4 مليون يا سيدي ما هو 3-4 مليون بفلوس وبيوصل لناس فين ما هو مرضى عدرك عارف بيستهدف هو بيوجه هو بيعمل تمويل بيوجه يقول لك أنا عايز مصر وعايز الإمارات وعايز السعودية وعايز الكويت عشان المصريني في خارج وعايز الجزائر وعايز المغرب وعايز غيره يبدأ بقى الناس اللي بتاخد فلوس يتمول في الآخر بقى كندا على أستراليا على معرفش ناميبيا على غيره على دول إفريقيا في الآخر كله وهم بيبيع وهم إنه أنا مؤثر وهو مش مؤثر هو عنده فلوس صنع فيديو صرف عليه ده هو ده التسويق اللي بيعملوه